موسيقى مشاهدينا مشاهدي كرمة في كل العالم اهلا بكم والقناة المتجدد مع مورا الاحداث وحالة النهاردة الاثنين 11 مارس 2019 نقصف طبعا للحادث اللي حصل حادث سقوط وتحطم الطائرة الاثيوبية اللي كان على متنها 157 149 كان ركاب و8 اللي هو طاقم الطائرة الحقيقة الطيارة من نوع بوينج 737 ماكس 8 ودي مش اول حادثة لنوع الطيارة دي كان فيه من حوالي شهر اكتوبر تقريبا حادثة اخرى لطائرة اندونيسية كانت برضو سقطت بعض الاقلاع ب13 دقيقة الطائرة الاثيوبية سقطت بعض الاقلاع ب6 دقايق وبقول تاني يا بوينج 737 ماكس 8 مأساة بكل المقاييس لانه الاشخاص اللي موجودين على الطائرة دي ال 157 ينحدرون من 35 دولة يعني لكم ان تتخيلوا كم البيوت في كام دولة في 35 دولة اللي طبعا فقدوا زويهم وقد ايه فعلا كانت يعني فعلا صدمة صدمة كبيرة جدا جدا في قصص للتوفو في عندنا 6 من مصر في عدد كبير من اسيوبيا الاعداد دي ممكن كانت متقسمة على 35 دولة بشكل مثلا هنقول انه 32 من كينيا 18 من كندا 9 من اسيوبيا 8 ايطاليين 8 صينيين 8 امريكي من امريكا 7 بريطانيين 7 فرنسيين وزي ما قلت لحدكم 6 مصريين 5 هولنديين 4 هنود و4 اشخاص من سلوفاكيا وفيه بقى كان 3 من كل من النمسا والسويد وروسيا 2 من كل من المغرب واسبانيا وبولندا واسرائيل السعودية كان فيه شخص يعني 35 دولة يا جماعة وكل الدول اللي اختلفت الاعداد اكتر عدد هو كان من كينيا 32 من كينيا الطيارة دي كانت اتحركت الصبح الساعة 8 حاجة واربعين تقريبا كانت حركت من مطار قديسة بابا وكانت رايحة للعاصمة الكينية نيروبي واللي حصل انه علامة هذه الطائرة كان مجموعة كبيرة من العلماء واللي كان مجموعة تابعين للامم المتحدة كانوا رايحين يحضروا مؤتمر في نيروبي عشان كده انتونيو جوتيريش اعرب عن تعزيه فيه دحايا الطائرة الاثيوبية المنكوبة حيث اعرب الامين العام للامم المتحدة انتونيو جوتيريش عن تعزيه العميقة لعائلات زاوية ضحايا الطائرة الاسيوبية واللي كان منهم موظفه الامم المتحدة وكان متحدث باسم الامين العام للامم المتحدة القبيان وقال ان طبعا يعني في الامم المتحدة كلها اكترها او يعني شعرت بحزن عميق بعد سماع نبق تحطم الطائرة المأساوي واللي وقع في قديسة بابا واللي كان على متنه مجموعة كبيرة من الامم المتحدة كانوا رايحين عشان يحضروا مؤتمر عن البيئة المؤتمر ده يبدأ اليوم الاتنين وطبعا جوتيريش كان بيقول انه مش عارف عبر عن مشاعر الحزن وبعلن الموساة لزاوية ضحايا وللشعب وللحكومة الاثيوبية بما في ذلك موظفي الامم المتحدة المشاهد لحضراتكم شايفينها ده ده من مكان سقوط الطائرة اللي كان على بعد تقريبا يعني زي بقول لكم مسافة مثلا ستين كيلومتر لان هي بعد ما اقلعت بست دقايق حصل الهبوط شهود العيان كانوا بيقولوا انه الهبوط كان عنيف جدا انهما شافوا هبوط بشكل عمودي تقريبا وانه الهبوط اللي بالشكل ده هو اللي قدى الى تحطم الطائرة بالكامل شفتوا كده بعض الاجزاء لو حضراتكم خدتوا بالكم اجزاء بسيطة جدا اللي كانت حتى من من الصاج الطيارة نفسه يعني هتشوفوا اجزاء كده كانت بسيطة جدا جدا يعني اللي تبكت من هذه الطائرة اسيوبيا اعلنت الحداد الوطني وعلى طول ابي احمد كان طلع في التلفزيونات في التلفزيون واعرب عن ايضا حزنه واعرب عن مواساته وتعزيته لكل اللي كانوا لكل اسر الضحايا اللي كانوا على متن هذه الطائرة الاسيوبية كمان كوريا الجنوبية اعلنت عن تعزيها في ضحايا تحطم الطائرة الاسيوبية البرلمان الاسيوبي اعلن عن الحداد 24 ساعة اسيوبيا نفسها اعلنت عن الحداد الامم المتحدة نكست علامها حدادا على مصرع 19 من موظفيها يعني كان على متن هذه الطائرة 19 من موظفيها انتشر هذه المقاطع من الفيديو اللي قيل عنها انها في بعض في مواقع اسيوبية وانها اخر دقيقة قبل سقوط الطائرة ما حدش اكد ولا نفع هذه المعلومة يعني احنا لقينا ده منتشر وبيقال كانوا كاتبين عنه انه اخر دقيقة قبل تحطم الطائرة لكن زي بقول لحضراتكم طبعا هو قائد الطائرة كان بيحاول يتواصل مع البرج وبعد كده انقطعت انقطعت الاشارات من على الرادار ولكن عشان كده هنا كل الكلام بيتقال انه في حاجة في موديل هذه الطائرة اللي على فكرة بتستخدم في اماكن كتير ولكن بعد هذا الحادث الصين واسيوبيا ودول كتير من اللي كانت عاملة صفقات عشان تشتري الطائرة البوينج دي 737 ماكس 8 او اللي هي بالفعل اشتريتها قالوا انه احنا مش نمشيها لغاية ما يتم الكشف عن سبب لانه السبب بالنسبة للطائرة الاندونيسية اللي سقطت في اكتوبر بعد 13 دي من الاقلاع نفسه نوع الطائرة دي ما كانش فيه حاجة واضحة اعلنت فدلوقتي السنديق السودة اللي خاصة بهذه الطائرة تم العثور عليها والمفترض انه طبعا الكل في انتظار ان يفهم ما الذي حدث ايه الخطأ اللي فيه هذه الطائرة بالتحديد اللي ادى الى انه تسقط هذا السقوط الفضيع بعد اقلاعها بست دقائق رئيس وزراء اسيوبيا وزي ما شفت موقع الحادث وما بسرعة قدروا يكتشفوا الموقع اتنقلت عربات اسعاف اتنقلت قيادات كتير للموقع كمان رئيس وزراء اسيوبيا كان انتقل لموقع الحادث وطبعا اكد كل الدعم لعائلات الضحايا يعني زي ما حضراتكم شايفين برضو كان بيأكد الدعم يعني دي ممكن صورة ارشفية عموما كمان انه زي ما برضو قلنا انه بتحاول الخطوط الجوية الاسيوبية وبيحاول الجانب الاسيوبي انه هو يدعم اسر الضحايا عن طريق مثلا تم الاعلان عن انه الخطوط الجوية الاسيوبية هتتكفل بنقل جسامين الضحايا المصريين الى القاهرة الضحايا المصريين ستة ومعتبرين انهم في منهم علماء لانهم كانوا رايحين علشان يحضروا المؤتمر اللي كان في نيروبي تابع الامم المتحدة السفير ياسر محمود هاشم مساعد وزير الخارجية لشؤون الكنسلية والمصرية في الخارجية قال ان صفارة جمهورية مصر العربية في قديسة بابا بتتابع بالتنسيق مع السلطات الاسيوبية كافة الاجراءات المتعلقة بانتشال جسامين ضحايا ضحايا طائرة الخطوط الاسيوبية ونقلها الى العاصمة قديسة بابا حيث من المنتظر ان تستمر العملية دي حتى نهاية الاسبوع ومن المتوقع ان تستغرق عملية التحقق من الهويات للضحايا ما لا يكل عن سلاسة اسابيع وهيتم الاستعانة بخبرة دولية في هذا الصدد وانه الخطوط شهادات الوفاء للضحايا بالتنسيق مع الجهات الاثيوبية المعنية تم الاعلان والكشف ده كان برضو قال ان هيتم الاعلان عن اسماء الضحايا النهاردة وهم دعاء عاطف عبد السلام سوزان محمد ابو الفرج ناصر فتحي العزب دوبان اشرف محمد عبد الحليم التركي وعبد الحميد فراج محمد مجلي وعسمة عبد السطار طه عرنسا دول الستة اللي هم المصاب عفوا انضحايا المصريين من الطائرة يعني العالم كله فقد 157 من 35 دولة اعتبروا في مصر ان سلاسة من علماء مركز البحوث الزراعية والصحراء بوزارة الزراعة استشهدوا في هذا الحادث اثناء توجههم في مهمة علمية عن التحسين الوراثي للانتاج الحيواني والنباتي كان المؤتمر ده في العاصمة الكينية نيروبي وهم زي ما حضراتكم شايفين الصور دكتور اشرف تركي رئيس التصنيف مع دقات النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية وباحثين مساعدين في مركز من مركز بحوث الصحراء المهندسة دعاء عاطف عبدالسلام والمهندس عبدالحميد فراج مجلي نوفل من شعبة الانتاج الحيواني بننعي اثارهم وبننعي اثار كل الضحايا دعاء كانت كتب عنها الحقيقة انه كانت اول ضحايا تم الاعلان عن صورتها وسادت الحزن او حالة من الحزن بين اهالي مدينة واحد الخارجة في الوادي الجديد عقب تأكد انباء مسرع دعاء عاطف عبدالسلام بنت محافظة الوادي الجديد دعاء تسكن في حي الظهور بمدينة الخارجة كانت قد حصلت على درجة الماجستير العام الماضي تعمل باحثة في مركز بحوث شهداء العلم دعاء نجلت المهندس عاطف عبدالسلام حجازي مدير الإدارة الزراعية بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد اخر كلمات دعاء كانت على صفحتها على موقع تواصل اجتماعي كانت بتكلم عن الموت الموت بييجي في لحظة فكانت يوم 25 يناير بتقول روحوا قولوا للي بتحبوهم دلوقتي صاحبتك قد أنت بتحبيها وحشاكي سواء كان بينكم مشاكل أو لأ روحوا قبلوا حد ما شفتهوش من مدة طويلة بلاش تقولوله فكك خلينا واتساب أو بكرة احضن امك وقول لها ناسف على كل لحظة عدت ما زعالك فيها خدي بنتك في حضنك وقول لها ناسفة اني بربيك بشكل غلط على سبيل الامان صلوا صلوا كتير ادعوا ربنا يغفر لكم على كل الايام اللي ما كنتوش قريبين منه فيها ما تقولوش مكسل دلوقتي أو بكرة روح اجري وراح حلمك وحققوا ما تيقاسش وتقول بعدين روحوا صلحوا بعض مهما كان اللي حصل بينكم انا اكتر واحدة كانت ضد موضوع المسامحة ده الموت بييجي في لحظة ما تقولش لا لا موت ايه بس لسه بدري ما تقولش لا اكيد مش هموت بكرة يعني هبقى اقوله بكرة على انك انت لما تيجي تقول الحد يعني آسف ما تقولش كل الكلام ده عايزين حاجة عملوها ما تأجلوش اي حاجة مهما كانت بسيطة او لا ما تأجلوش الموت ملهوش سن ولا وقت في لحظة كل حاجة بتتغير ويا سبحان الله يعني بصوا الكلام ده وفعلا في لحظة كانت دعاء يعني توفت للأسف في هذا الحادث الصعب جدا يعني عبد الحميد فراج 27 سنة لقحت فيه على متن الطائرة وهو ابن البحيرة مركز حوش عيسى مركز حوش عيسى كان في طريقه النايروبي في رحلة علمية اسرته عرفت بخبر وفاته ضمن ركاب الطائرة وطلبت الخطوط الأسيوبية من الأسرة سفر أحد أقاربهم الدرجة الأولى علشان يتم التعرف على الجثة وعمل تحليل الـDNA اللي أكيد هيتطلب هذا الأمر طبعا أشرف تركي أشرف تركي هو رئيس التصنيف بمعهد وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية وكنا شفنا من شوية الصورة اللي فيها التلاتة أشرف ودعاء وعبد الحميد وأنهم التلاتة اعتبروهم شهداء العلم كمان عسمة عرنسا وسوزان أبو الفرج مترجمتان مصريتان تعملان بالترجمة الفورية في الاتحاد الإفريقي وكانت استقلت الطائرة من قديسة بابا علشان رايحين للعاصمة الكنية نايروبي في مهمة عمل وطبعا بننعيهم كمان ناصر فتحي مبرمج وقاب لثلاث أبناء وعنده وخمسين سنة زي مولت لحضراتكم عنده ثلاث أبناء كان بيعمل كمبرمج في بنك مصر يقيم بين القاهرة وأثيوبيا وكان في طريقه إلى كينيا لحضور مؤتمر خاص بالتكنولوجيا لمدة يومين يعني كان فيه عدة مؤتمرات كان فيه موضوع المؤتمر العلمي اللي تبع الزراعة كان فيه مؤتمر عن البيئة كان فيه مؤتمر عن التكنولوجيا كان كلهم رايحين للعلم يعني وطبعا بنعزي كل الأسر كمان النمسا أكدت مقتل ثلاثة من مواطنيها في حادث تحطم الطائرة الأثيوبية وزي ما قلت لحضراتكم أننا قلنا العداد يعني أكتر عدد هو كان من كينيا وكمان بجانب النمسا ثلاثة معطنين واشنطن أكدت أنه فيه تمانية أمريكيين في حادث تحطم الطائرة الأمريكية السعودية أيضا أعلنت عن وفاة أحد معطنيها في الحادث السفير السعودي في أثيوبيا عبدالله فالح العرجاني قال في تصريح وكان سيتوجه إلى كينيا قبل العودة إلى المملكة وهو رجل الأعمال سعد خلف المطيري أيضا بنونعي كمان البعثة السودان في قديسة بابا أعلنت عن وفاة أحد مواطنيها يدعى هشام عبدالقادر أبو كلام عنده 35 سنة وكان يعمل طبيبا بيطريا خريج جامعة الجزيرة في قسم الإنتاج الحيواني كان قد حصل على درجة الماجستير من جامعة السودان العالمية وكان في رحلة عمل إلى كينيا وانتشرت صورته على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي اللي حرس مستخدميها على الدعاء له توجيه رسائل الموساء إلى أهله يمني مقيم في كينيا أكدت تقارير إخبارية محلية في اليمن وفاة رجل الأعمال اليمني المقيم في كينيا عبدالجليل غازي في العقد الخامس من العمر ونشطون على مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قالوا أنه هو أحد رجال الأعمال في كينيا ينتمي لمحافظة زمار وسط اليمن لديه أطفال أكبر عمرا يبلغ 15 أكبرهم عمرا يبلغ 15 سنة ولم يصدر أي بيان رسمي من الحكومة اليمنية مسؤول حكومي صومالي أيضا كان من ضمن الوفيات حيث علنت الحكومة الصومالية وفاة عبدالشكور محمد شهاد أهد مسؤولي مكتب رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري في حادث تحطم الطائرة الأسيوبية رئيس وزراء الصومال قدم تعزيه لعائلة الضحية والحكومة أعلنت أيضا عن وفاة ستة صوماليين آخرين يحملون الجنسية الكندية احتسبوا من بين 18 كندي لقوا مصرعهم في الحادث يعني زي ما بقول حضراتكم زي ما أنتم شايفين مأساة في عدة دول 35 دولة وكلهم كان منهم العلماء منهم رجال الأعمال منهم المتميزين في أعمالهم كمان أيرلندا كانوا من الأمم المتحدة يعني أيرلندا كان فيه أعلنت اسم أول ضحايا حادث طائرة أسيوبية وكمان أنه اتقال أن هما كان من ضمن اللي هما التسعتاشر اللي بيشتغلوا في الأمم المتحدة كان فيه بقى قصص لمن نجوا من هذا الحادث وده إرادة ربنا يعني الحقيقة فيه رجل يوناني كان قال أنه كان من المفترض أن يستقل الطائرة الأسيوبية لتحطمت ولكن وصل لبوابة الركوب بعد دقيقتين من إغلاقها ما حالة دون ركوبه يعني يا سبحان الله ده بعد دقيقتين مش الركب الوحيد على فكرة فيه ركب تاني ناجه هنتكلم عنه بس الفكرة أنه أنه هو كتب المنشور بتاعه على الفيسبوك مرفقا ببطاقة باي لكي داي وقال أنه هو عن القدر اللي أنقذهم الموت ورجل الأمن اللي قال له لا تحتاج واشكر الله لأنك الوحيد اللي لم يكن على متن الرحلة مستكتبا آلاف المشاركات فيه واحد تاني على فكرة مش هو بس التاني أحمد التاني أحمد خالد وأحمد كان الحقيقة برضو كان جاي من دبي علشان يطلع على الطيارة دي واللي حصل أنه كانت يعني الحقيقة تأخرت الطيارة بتاعته اللي كانت جاية من دبي تأخرت ونتج عن كده أنه هم قالوا أنت تركب بقى الطيارة بتاعة الساعة 11 والحقيقة كانت برضو قصة وراء الموضوع ده لأن والده إزاي عرف أنه هو يعني الأول والده كان تم إخباره بأنه ابنه كان يعني المفروض هياخد الطيارة دي وأنه ها كده ابنه فيه من الناس اللي هما توفوا لكن الحقيقة اللي حصل أنه بعد شوية هو كلمه يعني أحمد كلم والده السيد خالد وقال له أنا يعني إرادة ربنا والقدر أنه أنا اتأخرت اتأخرت الطيارة وأنه يعني أنا يعني اتكتب لي عمر جديد وكان أخذ الطيارة اللي بعد كده والتقى بوالده وكل وسائل الإعلام برضو كتبت عن نجاة أحمد يعني الحقيقة فعلا يعني زي ما بقول لحضراتكم القدر وأنه يعني بيكون فيه معجزات بتحصل فيه طبعا ناس زي ما شفته كده دعاءه كانت بقيه على الموت فواضح بتاخد وبتحسد أرواح عديدة جدا كان طبعا موضوع بقى ثارت الجدل حولها بوينج ويمكن عندنا تقرير من سكاي نيوز خلينا نسمعوا مع حضراتكم لأنه موضوع أنه الطائرة دي دي تاني حدثة في خلال يعني شهر اكتوبر ودينا في شهر مارس إيه اللي ورا الطيارة دي إيه اللي حاصل في إيه ولازم بوينج تعلن بشكل واضح عن إن كان هناك عيب فني في هذه الطائرة في تصنعها في إيه اللي بيحصل إنه طائرة اندونيسيا تقع بعد 13 دي من إقلاعها والطائرة الأسيوبية دلوقتي تقع بعد 6 دقائم من إقلاعها هم الاثنين مشتركين 737 ماكس 8 بوينج 737 ماكس 8 مطار نيروبي كينيا ساعات كثيرة قضاها المشتقبلون عند بوابة المطار في انتظار عودة أقربائهم من إثيوبيا طال بهم الانتظار وحيرتهم الأسئلة التي لم يجدوا لها أجوبة شافية من سلطات المطار علم بعضهم لاحقا بتحطم الطائرة من الصحفيين ومن وسائل التواصل الاجتماعي فجاء النبأ الفاجع جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم وعددهم 149 وثمانية هم أفراد الطاقم سقطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية وهي من طراز بوينج 737 ماكس الجديدة بعد 6 دقائق من إقلاعها من مطار بولي في أديس أبابا متجهة إلى نيروبي وتحطمت في منطقة بشفتو على بعد 48 كم جنوب شرق المدينة بموقع الحادث مشاهد مأساوية وقد أضحت الطائرة قطعا كثيرة متناثرة واحترقت بشدة وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية إن ركاب الطائرة ينتمون إلى 35 دولة بينهم عرب لا تعرف أسباب الحادث بعد الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية أعرب عن حزنه العميق لتحطم الطائرة وأكد أنه أجريت الصيانة الأولى لها في الشهر الماضي بعد استلامها قبل أربعة أشهر فقط كما أشار إلى أنها كانت جديدة وبلا أعطاب وأن السجل قائدها يتضمن 200 ساعة طيران محمد نور محمد نور محمد نور محمد طيار بوينغ 737 ماكس 8 هو موظف في الخطوط الجوية إثيوبية لديه أكثر من 200 ساعة طيران بعد استلام الطائرة أجرينا الصيانة الأولى في الرابع من فبراير عام 2019 كانت طائرة جيدة بلا عيوب وقد عزت شركة بوينغ المصنعة للطائرة أثار الضحايا وقالت إنها مستعدة للإسهام في التحقيق والطائرة المنكوبة هي من الطراز الذي سقطت واحدة منه في إندونيسيا في أكتوبر تشرين الأول عقب إقلاعها من جاكارتا وهو ما أسفر عن مقتر جميع ركابها وتعتبر بوينغ ماكس الجديدة رابع طراز تصنعه شركة بوينغ الأمريكية التي نقلت طائرتها ملايين مسافرين سنويا عبر العالم منذ ستينيات القرن الماضي وقد أعيد تصميم الطراز الأخير لجعله أقل استهلاكا للوقود لكن الحادث الأخير سيثير بلا شك قلقا شديدا لدى المسافرين ومسؤول صناعة الطيران ثمت أسئلة ستطرح الآن من قبيل ما هي معايير السلامة بعد تحطم طائرتين من الطراز ذاته خلال خمسة أشهر فقط ولماذا تسهق كل هذه الأرواح مرة أخرى طم الطائرة المنكوبة بوينغ 737 ماكس 800 هنا على بعد 63 كيلو مترا من مطار العاصمة الأثيوبية وقعت الكارثة لم يمضي سوى 6 دقائق فقط على إقلاع الطائرة المنكوبة من مطار بولي الدولي في العاصمة أديسابابا حتى بعث قائدها بنداء استغاثة لسلطات المطار بعد أن واجه صعوبات في التحليق طالبا السماح له بالعودة 157 راكبا من 33 دولة هم جميع من كانوا على متنها لقوا حتفهم بعد وقت قصير من إقلاعها من أديسابابا متوجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي وتعد طائرة بوينغ 737 ماكس من أحدث طائرات الركاب في العالم وأكثرها تطورا إلا أن شركة بوينغ تعرضت مؤخرا لانتقادات عدة لاحتمال وجود أعطال في هذا الطراز من الطائرات التي دخلت الخدمة عام 2017 ففي أكتوبر من العام الماضي تحطمت طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة الطيران الاندونيسية في بحر جافا مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 189 راكبا ولم يتوصل المحققون حتى هذه اللحظة إلى سبب تلك الفاجعة حينها وجهت اتهامات لشركة بوينغ بخصوص هذا الطراز من طائراتها تفيد بأن العديد من تقنياتها تعاني من خلل في التحكم ومشكلة في تزويد أجهزة استشعار الطيارين بمعلومات غير متناسقة والقاسم المشترك بين الحادثتين أن الفاجعة الأولى وقعت بعد ثلاثة عشرة دقيقة فقط من إقلاع الطائرة الاندونيسية فيما سقطت الطائرة الأثيوبية بعد ست دقائق فقط على مغادرتها مطار العاصمة أديسة بابا مما يعني أن الحادثتين وقعتها بعد دقائق قليلة فقط على الإقلاع رغم أن الطائرتين إذن هناك علامات استفهام طبعا عثروا على الصندوق الأسود زي ما اسمعتم التقرير التاني أنهما لما عثروا على الصندوقين الأسودين بالنسبة للطائرة بتاعت اندونيسيا اللي كانت بعد ما أقلعت ب13 دقيقة أو سقطت ما وصلوش لإيه السبب بالزبط يعني ودي حاجة تقلق الحقيقة دلوقتي كمان هم عثروا على الصندوقين الأسودين بالنسبة للطائرة الأثيوبية المنكوبة واعتقد أن ما كانش صعب وزي ما شفته يعني بسرعة تم الإعلان عن العصور عليهم ولكن يبقى التساؤل إيه اللي تسبب أن الطائرة دي تسقط بعد 6 دقائق وأن الطائرة من نفس النوع بوينج 737 ماكس 8 اللي برضو في الأندونيسيا وسقطت بعد 13 دي من أقلعها إيه العامل المشترك إيه اللي خلت طيارتين دول يقعوا واللي طبعا بناء عليه كانت شركة بوينج عملت كانت علاقة أول تعليق على فجاعة الطائرة طائرة الخطوط الجوية الأسيوبية اللي تحطمت الأحد وخلفت مقتل 157 متحدث بوينج في بيان أرسله إلى رايترز بالبريد الألكتروني قال أنه لا حاجة حاليا لإصدار إرشادات جديدة للشركة المشغلة لإطراز طائرة المنكوبة 737 ماكس 8 وذلك استنادا للمعلومات المتاحة حتى الآن وتابع المسؤول في شركة بوينج أن السلامة هي أولوياتنا القصوى ونتخذ كل الإجراءات لفهم كل أبعاد هذا الحادث بشكل كامل والعمل عن كثب مع فريق التحقيق وكل السلطات التنظيمية المعني بالطبع طبعا لما تكون بيتم العصور على صندوقين الأسودين بيكون فيه فريق عمل من الشركة ومن متخصصين على مستوى العالم علشان خاطر زي مش فكرة بس أنه عشان الضحايا هنا مثلا 35 دولة لا لأنه المفترض معروف أن الطائرات هي أأمن وسيلة للتنقر فكون تحصل حوادث دي ومن تراز معين بعينه أعتقد ده محتاج أن احنا نفهم كلنا وكل العالم يعرف إيه المشكلة وإنه لازم يلاقوا إيه هي المشكلة وإنه هما يحاولوا بشكل سريع جدا إنه هما يحلوها لأنه المفروض أن الطراز ده طراز حديث وتعمل علشان خاطر إنه يعني زي ما سمعته كده برضو في التقرير اللي كان من الجزيرة إنه تعامل علشان يوفر في الوقود يعني طب إيه؟ إيه اللي حاصل؟ إيه اللي خلى حاجة زي كده تحصل؟ هل التقرير كيف تحطم التقرير الأسيوبية ده بتاني مش معرضناهوش مش كده؟ زميلي؟ طيب نشوف برضو هنا يمكن نشوف معلومة جديدة ولكن زي ما بقول لحضراتكم مش هتبقى فيه معلومات رسمية هنصل إليها غير لما يتم تفريغ محتوى الصندوقين الأسودين ويتعرض كل ده على لجنة متخصصة ونعرف يعني وأتمنى أنه يتم تكشف عن أي حاجة مش زي طائرة أندونيسيا اللي ما تعرفش عنها حاجة لغاية دلوقتي من هذه الطائرة والتي تستخدم عادة للرحلات القصيرة عمر هذه الطائرة الإثيوبية تحديدا هو أربعة أشهر فقط استلمتها الخطوط الإثيوبية في نوفمبر العام الماضي كانت مجدولة لإتمام رحلة من مطار أديسابابا بولي الدولي إلى مطار جومو كينياتا الدولي في العاصمة الكينية نايروبي رحلة لا تتجاوز مدتها نحو ساعتين فقط كان على متن الطائرة 149 راكبا من 35 جنسية على الأقل وطاقا مكون من 8 أشخاص الطائرة أقلعت من مطار بولي في الساعة الثامنة والنصف صباحا ولكن بعد 6 دقائق اختفت من على شاشات الرادار وانقطع الاتصال بالطائرة ليتضح بأنها تحطمت تحديدا على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب شرق العاصمة أديسابابا قرابة مدينة بيشوفوتو الصغيرة هذا مشاهدين هو الثاني حادث يتعلق بطائرة البوينغ 737 ماكس الأول كان في شهر أكتوبر من العام الماضي لخطوط لاين الجوية وقتل فيها 189 راكبا وآخر حادث مميت للخطوط الجوية الإثيوبية كان في العام 2010 جميعنا نذكر تلك الطائرة عندما سقطت الطائرة في البحر المتوسط بعد 11 دقيقة من إقلاعها من مطار بيروت الدولي عمرها كان أربع شهور وعمر الطائرة الأندونيسية برضو كان ثلاث شهور يعني فيه حاجات كتير مشتركة الحاجة في محلل طائران ومقره في جاكارتا اسمه جيري سوجاتمان كان قال في تصرحات لموقع بي بي سي البريطاني أن الطائرة تتميز بأن محركها يقع إلى الأمام قليلا وأعلى قليلا بالنسبة إلى الجناح مقارنة بالنسخة السابقة من الطائرات البوينج وإن ده ممكن يكون هو اللي أثر على توازن الطائرة وبالتالي زي بقول لحضراتكم دي كلها تحليلات ولكن يبقى أن احنا في انتظار السبب الرئيسي في سقوط هذه الطائرة اللي يعني لو قرنتوا هتلاقوا الطائرة الحالية أربع شهور يا دوبك مستلمينها من أربع شهور بعد ما أقلعت بست دقائق سقطت وإن هي مش مفترض أن يعني حتى الرحلة كانت رحلة قصيرة الطائرة ومات على ماتنها 157 الطائرة الثانية بتاعت أندونيسيا كانت يا دوب مستلمينها من ثلاث شهور وبعد ما أقلعت ب13 دقيقة سقطت إذن أو سقطت فإذن في هنا مشكلة في أكيد مشكلة محتاجين الشركة الأمريكية بوينج إن هي تعلن عن يعني بكل شفافية عن يعني فحوة هذه المشكلة بناء على تكرار الحادثتين دول في وقت قصير أسيوبيا أوقفت أسطول طائرات بوينج تراث 737 ماكس وحيث أعلنت الخطوط الجوية الأسيوبية إقاف أسطول بوينج تماماً عن الطيران وذلك في أعقاب هذا الحادث أيضاً أسطول أعلنت عن أنها علقت استخدام طائرات بوينج 737 بعد حادث تحطم الطائرة الأسيوبية يبقى زي ما قلت لحضراتكم طبعاً بنقرر وبننعي كل يعني كل فعلاً التوفى على متن هذه الطائرة وزي ما قلت لحضراتكم أنه الستة المصريين طبعاً بننعيهم جميعاً كل التوفى مع قصصهم يمكن آخر حاجة بس أحب أقولها أن برضو كان فيه بنت كانت كتب عنها أن والدها كان قال لها أن هي كان تكلمها وقال لها أنها ما تطلعش على يعني ما تطلعش على الطيارة دي ما عرفش بقى كان حاسس ولا كان إيه بس ضبطه وقال لها أنه يعني ما تخديش الرحلة دي وأنا قال أنا عليكي وانت لوحدك ولكن هي عشان عندها مهمة عمل احتمال غالباً هي برضو من فريق الأمم المتحدة فالحقيقة يعني فيه قصص كثيرة بننعي كلهم أغلبيتهم زي ما شفتوا فيه شباب فيه زوج كان فقط زوجته وأولاده على متن هذه الطائرة فيعني بصراحة مأساب كل المقاييس نتمنى أن احنا نصلي من أجل ربنا يدي لكل الأسر اللي راح زويهم ضحايا على متن هذه الطائرة والديوم يا رب العزة والسلام يا ربي يعني حاجة بجد فعلاً طبعاً بتبقى مأساة كبيرة من هناك